اشتركوا في القناة للمشروبات الكحولية للجماهير داخلي وفي محيط ملاعب كأس العالم وقال كينغ في رسالة وجهها للجماهير المنتقدة للقرار إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مبارة في كأس العالم دون بر فمن المحتمل أنك تعاني من مشكلة ولقى التغريدة كينغ التي نشرها على حسابه في تويتر تفاعلا واسعا حيث حضيت بما يزيد على 120 ألف إعجاب ونحو 12 ألف إعادة تغريد وعلق عليه الممثل والكوميدي الأمريكي جون هان الملك ذا كينغ محق وقال أحد المغردين إن الغرب عازم على انتقاد قطر منذ أن فازت الدولة الخليجية بالصدافة كأس العالم لكرة القدم والسبب وراء ذلك هو أنها دولة مسلمة صغيرة وتجرأت على الحلم الذي أصبح غير مستساغ لدول أوروبا أتمنى أن تنتهي البطولة بشكل جيد وعلق مغردون بالقول إنها مسابقة لكرة القدم وليست مسابقة شراب وعجب أن نحترم الثقافات الأخرى وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن عن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر مفيدا بأن بيع المشروبات الكحولية سيقتصر على مناطق إقامة واحتفال المشجعين وحاول بعض المشجعين استفزاز المسلمين بارتداء ملابس الحروب الصليبية ولكن تم منعهم من دخول الملعب كما اعترف هؤلاء المشجعين الإنجليز بنجاح قطر في استضافة هذا العرس الكروي وتوفر كل الإمكانيات للمشجعين والكرم الذي وجدوه في قطر من طرف العربي والمسلمين وقالوا على أننا سعداء حقا في قطر وحظي هذا المقطع المصور لللقاء مع بعض المشجعين البريطانيين الذين أتوا إلى قطر برواج كبير عبر المنصات البريطانية للتواصل الاجتماعي حيث أكدوا سعادتهم بالأجواء واستمتاعهم بوقتهم هناك وتضمن اللقاء الذي قامت به قناة جي بي نيوز حوارا مع أربعة أشخاص من المشجعين من أعمار مختلفة وأكدوا جميعا استمتاعهم بالأجواء وحماسهم للبطولة وقال أحد المشجعين نحن سعداء حقا نعيش بعيدا بعض الشيء لكننا مستمتعون ولا يمكن لمكان الإقامة أن يكون أفضل من ذلك كما قال أحدهم بأنهم كانوا قلقين بسبب حجزهم لأماكن إقامة منخفضة التكلفة وتخوفوا من حالتها بسبب ما شهادوه عبر وسائل الإعلام لكن حين وصلوا إلى هناك اكتشفوا مدى جودة المكان ووصف أحدهم الصحافة بأنها تتعلق بأي قشة لتستمر في الانتقاد كما أشادوا بالأجواء الاحتفالية التي تملأ البلاد مؤكدين حسن استقبال الشعب القطري لهم والود الظاهر في التعامل خلال فترة إقامتهم وسنكر أحدهم ردود الفعل التي قابلها قرار منع الخمور في حدود الملاعب حيث أكد أن الأمر لا يستحق هذا الاهتمام ولا يمثل مشكلة كبيرة وقال مغردون إنما يعرضه المشجعون الحقيقيون ينافي تماما الصورة التي تصر الصحافة البريطانية على نقلها وهو ما ترك انطباعا سلبيا عند البعض وعلق دكتور بريطاني قائلا مشجعوا إنجلاتيرا على الأرض في قطر يكتشفون أن الأمور ليست كلها هما وغما وكئيبة كما جعلتها الصحافة تبدو كذلك وأكد مغردون أن الكثير يحتاجون لمعرفة أراء المشجعين على أرض الواقع بدلا من الصورة القاتمة التي يحاول الإعلام نشرها والتي يكتشف المتابعون زيفها بمجرد التجربة كمستحظت بمجرد؟ جدا سنفرر على داشتنا بالخدمات بمجرد التجربة اصبول وإستطرحة مجرد نعم رئيزة مكتبع نعم رئيزة محضر الاختصر ولكن المحضر العقومة والتيترى جب كتاب كذلك من المحضر رئيزة من مجرد رئيزة لربا كل مeras رائزة لربا نعم أيضا وضع وعلى رائزة وصف وقام الإعلام الغربي بتلفيق الكثير من التهم وشن الهجمات على قطر إلى الدرجة التي دفعت نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى القول إن الحملة التي واجهتها بلاده لم تواجهها أي دولة أخرى حضيت بالصدافة هذه البطولة وقال رئيس الفيفا جيانيا فانتينو خلال مؤتمر صحفي إن قطر نظمت أفضل نسخة للمونديال في التاريخ كما اختار الكثير منهم اكتشاف الإسلام والذهاب إلى المسجد لأول مرة في حياتهم من أجل التعرف على الدين الإسلامي المساجد ليمز الكتالة واحد من أبرد المساجد اللي يمزروها بيستقبلهم طبعا متكلموا عن دات لغات قد يكونوا يعني باعثوهم بالإسلام وبوصولهم الكتالوج والكتب وكل التعليم الإسلامية باللغات المختلفة حياتهم يتعرفوا على الإسلام وبعدها بيخضوهم لجولة داخل المساجد عشان يعرفوهم على الصلاة وعلى الزمورة الدينية بسك العالم نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة وشكرا لك على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة